شرفني وينورني في هذه الفقرة ضيف عزيز غالي اسم كبير في تاريخ كرة القدم المصرية على مستوى اللعب والملعب والأداء على مستوى الإدارة على مستوى التحليل هو مميز في التلاتة مميز دي بالمعنى الحرفي للكلمة يعني عادة إحنا الناس الشطرة في مجالاتها بنقول عليه مميزين بس المميز اللي يبقى مختص أو عنده حاجة خاصة جدا بيشتغل عليها أو بيشتغل بيها والناس تحبوا عشانها ده على المستوى المهني على المستوى الأخلاقي والشخصي دائما وأبدا صرته طيبة عنده كل الناس صعب جدا أنك تقعد مع حد وتجيب صرته إلا لما يقول كلام محترم ودايما كل واحد فينا في المجال كله تقريبا عنده موقف حلو مع الكابتن الكبير كابتن الكبير كابتن أيمن يونس ديفي في هذه الفقرة يا كابتن أيمن شرف كبير ليا تواجد حراك معايا النحو كريم بصراحة مقدمة جميلة وكعتك مميز لبق لك حضورك وكلام بتاعك كله بصراحة جميل في القلبي و جايلك مبسوط و جايلك سعيد أن أنا جاي قبلك و جاي مبسوط أن أنا هتحاور معاك و جايلك يعني و بدعوك لحالة كمان انتقامية منك بعد اللي عملته معايا اللي ماتش الطاولة الأخير لن أتقبل و هربت بعدها بس أنا دي بقى الوحيد اللي ما قلت لهوش يعني ما قلتش للناس على الهوى أبدا إن أنا كسبت حراك في الطاول لا لا كسبت طاول وبعدين اللعيب صعب قاوي 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 يعني لازم يكون معايا حظ قاوي يعني أنا عارفك سواء بس محضر لك و رمية الظهر بقى لا لا مش طبيع رمية الظهر بتاعتك دي مستفزة أنت الظهر بيسمع كلامك يا راجل يا ربي خليها 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 منورني وسعي جدا متعود حضرك معايا أشكرك الفيديو كان حلو قاوي قاوي الفيديو كان لذيذ طبيعي وفاعة فوية كده و لازم يتحب فسر غلط ليه؟ ما عرفش ناس كتير قاوي لقيتها زعلانة و ناس كتير قاوي مش مار هو طبعا أنا ما كنتش شايف إن في حد بيتصورني لكن أصلاح حصل لدبل رهان طبعا الزمالك إحنا زمالك هي لك المحللين الزمالك بيلعب وحش بنقول وحش الزمالك يستحق يستحق الزمالك لا يستحق لا يستحق إحنا بتوع كورة وأنا بحب الكورة في العموم وابن من ولادنا دي الزمالك الناس عادت يقول لك لا حتى لو زمالك وحش ما تقولش كلام غريب علينا قوي حتى لو مالوش بنيلتي واللعبة مشكوك فيها لا كلام لا يصح صح إحنا جمال الكورة أنا مش عايز أخذك الكورة عالم رياضي جميل أخلاقي ناس بتتطرف فيه لدرجة فيه ناس الكورة عندها دين إيه ده صح غير مقبول التعصب والتطرف ده ولن نقبله أنا أصحابي أهلوية كلهم وحبيبي أهلوية كلهم وعايشين نتنافس ونهزر مع بعض ونغلس على بعض بهزر في حدود أن محدش يزعل كمان دا ليه أصول لكن التطرف اللي حصل بسبب الفترة الأخيرة دي ما علينا فكان الرهان عندي رهانين أنا رهنت يعني داخل عندي أمل للزمالك يكسب أدي أول رهان ورهان تاني بقى سيف زاهر جريني قاعد يقول لي خلي بالك واحد وعشرين سنة الدور الأول الزمالكي ماكسبك فقلت له خلاص وأنا موجود معاك النهاردة حيتحطم الرقم ده حلو فضحكنا من الموقف ده ضحكنا من القصة دي وكان آخر لحظات لأ بصينا في الساعة أن آخر لحظات الأهل كان متفوخ فنيا في الملعب هو بس الزمالك لما جاب الجن أتيحت ليه ثلاثة أربع فرص سنين لقدر يجيبه بجوان لكن قبل كده كان في حصل شيء من التفوخ للأهل جوه الملعب فجات لي فرحة دابل فرحة أن ده نراهنت وقدم الناس كلها أن الزمالكي هيكسب وكسبنا وهزرنا والأمور بسيطة يعني أنا أما ماليش في الناس المعقدة أيوان عالم كرة القدم ده عالم ثلث من حقينا نفرح ونزعل وندحك ونز برسلونا اتغلب على أرضه وكان في حالة طرد في بداية المباراة السريطة وقدها في الزعل والناس كلها زعل بس في الآخر لقيت الجمهور بيسقف لهم أيوان وهم خارجين وهارد لك ونعوضها ونعوضها هو جوه الملعب أنت فاهم يعني مش بيقوله نعوضها بعدين ده بنعوضها وانت جوه الملعب يعني على طوى تس الحياة الكرة حياء أنضج وأجمل وأرقى من الناس اللي بتلوث المشاعر والأحاسيس من حق أفرح ده أنا نادي الزمالك كله حياتي ومن حق لو كنت اتغلبت كنت تقول مبروك للأهلي زي ما قلت المطش الكاس مبروك للأهلي ومبروك للأهلوية وتستحقه عادي وفي الكواليس هتبقى زعلان آه في الكواليس هتبقى زعلان والزمال الكاسبان بزاق عادي فأنت كن إن حد بيصار في الكواليس ونزلت اللي عايزي شوفها على الحقيقة إن احنا بنفرح عادي احنا بنقادمين بنفرح ونزل ما بنمثلش لكن من ناحية المهنية بنأديها بمنتهى الاحترافية يعني المطش الحاكم فيه بنالتي للزمالك الناس شافته وأنا لما تعادت مرة واثنين وثلاثة مش بنالتي القرى بتاع ازيزو تشوفها مرة واثنين لازم طرد إن كان ربيع آخر واحد مع ازيزو لكن ربيع زق الكورة آه في حالة طرد على الأهلي دي ما كان فيها مفهمناهاش الكريم ندفت كان فصرنا كل حاجة بحقيقتها من غير التحيز إن مهنت إنك تكون محلل لو دخلت باللون اللي في قلبك وعقلك واشتغلت بيه هتبقى مشوه فإنت بتخش تشتغل بأخلاقيات المهنة الأهلي أحسن نهاردة أحسن نهاردة إذا مالك أحسن نهاردة أحسن نهاردة دي بنالتي دي مش بنالتي وجهات نظر وإيه جمال كورة القدم في العالم إن اللي لعبها واللي ملعبهاش بيبقى لهم رأي فيها وهو ده شعبيتها ما هي لو مقتصرة على حد ما كانتش بقت بهذه الشعبية ده أنا جاي مع السواقب العربية بيكلمني كلام في قمة الوعي الكروي وإزاي والده يعمل إيه وإلى مدين دي يكسب إزاي ومشاستر سيتي ومباراة بيكلمك يعني في الناس ده جمال اللعبة إنت عايز تحجرها على ناس معينة وفئة معينة وفكر معين وأداء معين مرفوض طيب في فترة من الفترات شفتك نشط جدا على السوشيال ميديا آه فكده بتعد ليه السوشيال ميديا آه رمال متحركة السوشيال ميديا مليانة دوامات الناس الأنقياء اللي فيها بحب أتعامل معاهم لكن الناس اللي بيخشوا بيردوا أو بيتكلموا أو بيديقوا حد دول بيوتروني أنا ما بحبش اللي هما الكتايب بقى الإلكترونية أو الناس اللي بيشتغلوا بفكر معانا أو الناس اللي بيحبوا ما بيحبش اتنين ساعات فيه ناس تخش تشتم حد من زمالي أو من لعبة الزمالك أو لعبة الأهل وبيفتكروا إن ده نوع من أنواع الانتماء برضو ده بيضايقني ما أنا ما ينفعش بقعد مع كريم ولا يواحد بقعت لي إيه اللي عمله كريم ده وكريم ده ضيع الجن ده إزاي وما ده إبن كذا وابن كذا مش عارب سبع عادي ليه 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 ألفظنا كمان بقت جرحة آه ليه دايما لما الناس بتكتب في السوشيال ميديا بتتعمد تجرحك ما بتتعمدش تختلف معاك صحيح صلاحهم أصلا عايز بعد ما يخلص المنتخي برجع الآن تلويس مع أن حسام حسن داخل شائل شئلة تقيلة وحسام حسن محتاج أنه هو يقدر يلاقي أوراق جديدة مع أن الأوراق كلها متبعطة